اهلا بكم اعزائي طلبات وطلبات التعليم الفني ومع الحلقة الثالثة لمادة التقطيط للصف الثالث قسم ملابس جهزة احنا في الحلقة اللي فاتت اخدنا مواصفات التوصيف الوظيفي واخدنا التدريب واخدنا الاجور واخدنا درجات التركية النهاردة هناخد نموذج لأحدى الملابس لأحدى التدريبات في مجال صناعة الملابس الجهزة والتريكو الال هناخد خطة التدريب فيهم ازاي وبيعملوا الاجور ازاي تعالوا مع بعض نشوف الخطوات اول حاجة ان احنا البرنامج اللي هي بتحطه الشركة لازم يكون يهدف الى برامج اعداد وتدريب العمالة الفنية لصناعة الملابس الجهزة والتريكو بقطاع الصناعات النسجية لتحقق الاهداف العامة للعملية الانتاجية يعني احنا التدريب اللازم يتم تعمل للعمال لازم يحقق العملية الانتاجية ان انا بعمله ليه لزيادة الانتاج وان انا ارفع من مستوى العامل الفني ايه هي بقى المطلوب عشان التدريب بتاعي دايه بقى ناجح ان انا حقق ايه اول حاجة الجودة القياسية المطلوبة يعني انا لازم يكون عندي جودة قياسية مطلوبة الكميات الصحيحة اللي هي الكميات اللي انا هانتاجها في المنتج في ازمنا المتفق عليها يعني في الزمن ان انا لان حدده ليه ليه المنتج ان هو يتنفس فيه يبقى انا لازم عشان اعمل التدريب اكون حتى اهداف للتدريب دوت وان انا اوصل في النهاية لتحقيق الاهداف دي خطة التدريب بقى اللي هتحطه المؤسسة هو ايه اول حاجة لنجاح اي عملية تدريبية لابد من قياسها في ضوء الضبط الاحصائي لتحديد زمنها وقياس تطورها لدى كل متدارب يعني عشان اعملية التعليمية دي تنجح لازم يكون ايه في ضوء الضبط الاحصائي انا بعمل احصائية للعمال اللي عندي واشوف مين اللي هياخد التدريب وزمن التدريب قد ايه يتم اكساب المهارات بترتبها من الابسط الى الاقصر تعقيدا في ضوء تحليل المهارات يعني ان انا ماجي ابدأ ايه التدريب ابدأ لهم بابسط حاجة وامشي بالتدريج لاصعب حاجة يعني ما اصدمهمش كده بالصعب في الاول لا لازم اخد الموضوع بالتدريج عشان العامل عندي يبقى متفاهم التدريب وما يستصعبوش من اول يوم في التدريب او من اول ساعة في التدريب تحليل المهارات للعمليات الانتاجية اللازمة يعني لازم اكون عامل تحليل للمهارات اللي انا عايز العامل يتفوق فيها بمصانع الانتاج المتسلسل فيه ضوء هندسة الانتاج لدراسة الزمن والحركة لعمليات المناولة يعني لازم اكون عامل دراسة او عامل تحليل المهارات اللي العامل هيبقى متفوق فيها او ان انا عايزة يبقى متميز فيها عشان اقدر احدد الزمن بتاعي واوصل للعمليات ايه؟ عمليات المناولة اللي هتتم داخل المصنع لكساب المتدرب اي مهارة لابد من ايه؟ يعني عشان العامل يكتسب المهارة دي لابد ايه؟ اول حاجة الشرح مع استخدام وسائل اضاحة يعني لازم احط وسائل اضاحة مناسبة لكي ايه؟ يفهم من خلالها العامل التدريب بتاعي وممكن وسائل اضاحة دي بعد ما خلص التدريب ممكن علاقها كلفتات داخل الورشة بحيث ان العامل يسترجع دايما زاكرته اثناء ايه؟ اثناء العمل العرض العملي للتنفيذ يعني بعملهم زي فيديو اه صور متحركة بحيث ان هو العامل يبقى فاهم العملية اللي هيتم تنفيذها هيتم التنفيذ ازاي؟ والشغل عليها هيبقى ازاي؟ الوسائل التعليمية والفيديوهات بتثبت اكتر من الشرح النظر التأكد من المتدرب قد فهم المطلوب بشكل صحيح يعني انا بعد ما خلص التدريب لازم اتأكد ان العامل اللي معي او المتدرب فهم التدريب مش ان انا قديته التدريب وخلاص على كده لا لازم يكون فهم التدريب والتدريب ده وصله بطريقة صحية تبني المهارات وحدة تلو الاخرى يعني المهارة بتاع المهارة لازم يكون خلص المهارة الاولانية ويكون اتقنها كويس جدا قبل ما ادخل في مهارة تاني لا تتوقع من المتدرب ان يكتسب اكثر من مهارة دفعة واحدة يعني انا دلوقتي المتدرب عندي لازم يكون عنده مقدرة للفهم فهو العامل بيفهم ازاي بيفهم المهارة الاولانية مقدرش اديله كل المهارات مرة واحدة لان الاستعاب عنده مش هيستوعب كل المهارات لازم يستوعب مهارة مهارة والمهارات دي المهارة الاولانية فهمها واستوعبها ببدأ اديله المهارة التاني لان ايه عندي تركيبة المخ مش هيقدر يستوعب اكتر ايه من حاجة في وقت وقت لا يجب البدء فيه تدريب المتدرب على المهارة الثانية قبل ان يجد المهارة الاولى وده احنا قلناه اني لازم المتدرب عندي اديله المهارة الاولى ويجدها كويس جدا وعمله اختبار فيها بحيث ان انا اتأكد ان هو اتقنها بعد كده اديله المهارة التانية وبعد كده بعد ما يتأكد ان المهارة التانية اتقنها كويس اديله المهارة التالت وبالتالي كده يبقى المتدرب عندي أخذ ما يستحقه فيه التدريب ما أنه أنا مش عايزة أخلص تدريبه خلاص لأنا عايزة يوصل للمهارة اللي أنا إيه عايزة عايزة يفهمها بالزبط حيث عنها إذا تحولت المهارة الأولى إلى فعل اعتيادي بشكل خاطئ يعني أنا دلوقتي لو أنا اديته المهارة دي أنه هو يحفظها ويبقى كأني بقى دي تدريبه خلاص يبقى كده العامل مش هديني المهارات اللي أنا عايزاها مش هديني إنتاج كويس هيخرج من التدريب مش فاهم أي حاجة في التدريب بشكل خاطئ سوف يتطلب تقويمها إعادة التدريب بمعنى زيادة التكاليف يعني أنا دلوقتي لما أدي التدريب والعامل ما أفهمش هدطر عادي التدريب تاني يبقى أنا كده بزود في التكاليف على إيه؟ على المصنع أو الكبور بمستوى سيء للمنتج يبقى أنا كده هوصل للمنتج بإيه؟ بمستوى سهي يبقى لازم أن أنا أتأكد من كل مهارة بحيث أن أنا معادش التدريب تاني وأكلف المؤسسة فلوس تانية ووقتي تاني وهادر تاني وكما أن أنا ممكن ما أطلعش منتج إيه جايت المهارات تتحول إلى عادة تلقائية يعني المهارة من كتر الاستمرار أو من كتر الممرسة هتبقى إيه؟ خلاص العامل اتعود عليها مش هتبقى غريبة عليه في العمل بتكرار التمرين حيث تنتقل المهارة إلى الزاكرة المؤقتة لتتحول إلى أفعال اعتادية وبتكرار التمرين عليها تنتقل إلى الزاكرة المستدلة يعني أنا دلوقتي العامل من كتر ما بيشتغل على الحاجة أول مرة بتبقى إيه؟ بتبقى بطيق بعد كده بيسرع بعد كده خلاص بيعتاد على التمرين فبيبدأ يشتغل عليه على طول زي ما كده عاوده أنه أول ما بيقعد على المكنة بيعلمه إزاي يعمل خطوط مستقيمة بعد كده إيه؟ بخليه يعمل خطوط ميلة بعد كده خطوط منحانية بعد كده بيسيبه بقى إيه؟ أدخله بقى على إيه؟ خطوط خط المنتج إنه يعود يشتغل يعمل لي منتج كامل أول مرة بيبقى إيه؟ إنتاجه في المنتج بطيق بعد كده بقى لقيه يسرع إيده لأنه خلاص هو حافظ إزاي يتعامل مع المكنة إزاي يعمل يخيط إزاي يستعمل أجزاء المكنة الإبرة والدواسة وطريقة اللضم كل ده خلاص تعلمه وبقى يعرف يعود على المكنة ويعمل المنتج كامل لوحده فبقى مرة مع مرة هيبقى إيه خلاص بالنسبة له إنتاج إيه؟ بقى بسيط جدا العمل بسيط جدا ومش إيه؟ مش صعب زي إيه مكان أول مرة يتضمن برنامج التدريب المراحل التالية طبعا برنامج التدريب بتاع الشركة هي إيه؟ هيتعمل من خلال مراحل هنشوف المراحل دي أول مرحلة المرحلة الأولى التأهيل والإعداد المخطط يعني بعمل تأهيل وإعداد مخطط للعامل يعني العامل اللي عندي ده جاي ما عندوش إيه؟ عايز عامله تأهيل بحدد بقى التأهيل ده من خلال خطة أعرف إيه؟ أنا هوصل بالعامل ده لإيه؟ يتم التدريب على جرعات صغيرة يعني أنا التدريب ده بعمله زي ما احنا قلنا بنبدأ بإيه؟ مرحلة مرحلة ما بدلوش المرحلة كلها مرة واحدة لأ لازم أعمله إيه؟ تحييئة أثناء التدريب علشان يفهم إيه؟ المهارة اللي أنا هدهيل على طول فترة تدريب لأن المستجدين لا يذكرونه كسيرة مما يقلم يعني دلوقتي أنا المتدرب اللي عندي لسه جاي جديد لسه مستجد فعشان أبدأ معاه أعلمه مثلا هعلمه إزاي يفرش طريقة فرش طبقات القماش على المنددة فلازم أعرفه الطول والعرض وأنواع القماش إيه؟ والخطوات اللي هامشي عليها فبامشي معاه خطوة خطوة أثناء التدريب عشان أقدر أوصل لإيه؟ لأن أنا هو يفرش الطاولة يبقى فرشها صح بمواصفات صحيحة ميتلعش فيها أي إيه؟ أخطاء طبعا أنا عندي أي متدرب بيفصل بعد 15 دقيقة يعني بعد 10 أو 15 دقيقة بيفصل مني أثناء التدريب فلازم أن أنا أديره الحاجة المهمة في الأول يعني المعرفة الأساسية في الأول خالص في خلال 10 أو 15 دقيقة الأولين بعد كده أبدأ معاه بقى إيه؟ أن أنا أديره وسائل تعليمية أعرض له فيديو يبقى أعمله عمية تنشيط بحيث أن أنا أرجعه تاني للتدريب للتدريب بحيث أنه هو ما يفهمش ما يفصلش في الفترة اللي أنا بدي فيها التدريب إذا كان فترة التدريب هتبقى ساعة أو ساعتين يبقى اللي هو أخد المعلومة الأساسية في أول ربع ساعة بعد كده بقينا نعمل إيه؟ أنشطة بحيث أن العامل أنا أعمل أنشطة بحيث أن المتدرب يفهم اللي هو هينفذ المهارة إزاي أثناء التدريب المرحلة التانية اللي هو المدخل الفني يعني اللي إيه؟ الحتة الفنية اللي أنا عايزة المتدرب يفهمها أو العامل يفهمها إيه هي بقى؟ أول حاجة طبعا هو العامل ده هيشتغل على مكان فلازم أعرفه على إيه؟ يتضمن معلومات المعدات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة والبيئة والأمن الصناع يجب أن يعرف الماكينة دي الأمن الصناعي إزاي يعود عليها؟ إيه هي نوع الماكينة اللي هيشتغل عليها؟ سرعتها قد إيه؟ أفهمه محتوى الماكينة كاملة قبل ما يعود عليها لازم يفهم أجزاء الماكينة هيعد عليها إزاي لو الجلوس الصحيح الأمن والسلامة دي هو إزاي يعود بطريقها صحيح بحيث أنه ما يتقذيش أثناء ما هو عاد بيشتغل على الماكينة أي نوع من أنواع الماكينة بقى المرحلة الثانية اللي هي التحكم في أداء الماكينة يعني أنا إزاي أتحكم في أداء الماكينة طبعا أول مرة المتدرب أو العامل هيوعد على الماكينة عادش عليها قبل كده لازم أعمله عامية تدريب على أساس إيه؟ يعرف يشتغل عليها إزاي؟ مش هقوله لأ أول ما تقضي على الماكينة خيط اعمل منتج لأ لازم يمشي في مراحل تدريب أولية بحيث أنه يعرف بعد كده إزاي يطلع لي منتج صح العمل على الماكينة بدون لضم الخيط يعني أنا دلوقتي مش هلضم خيط الماكينة لأ أنا هقوله اشتغل على الماكينة هجيب ورقة واقوله احطها تحت الدواسة ونزل الدواسة عليها وخلني وامشي على الورقة دي بإيه؟ وشوف الخطوط هتقدر تطلع خطوط إزاي على الماكينة دي ودي بتبقى أول مرحلة في مراحل التدريب يعني أنا أول حاجة أن أنا بعلمه إزاي إيه؟ يشغل الماكينة بدون لضم الخيط بحيث أن أنا أشوف خطوطه هتبقى عاملة إزاي؟ وبعد كده ممكن أعمله إيه تاني مرة؟ هخليه برضو يعمل نفس الموضوع من غير ما يلضم الماكينة بس أن أنا هعمله خطوط مستقيمة على الورقة وخليه يمشي عليها على الخطوط المستقيمة دي لو مشي على الخطوط المستقيمة دي صح بدون من غير لضم الماكينة يبقى هو كده استفاد من المرحلة الأولى بتاعة التدريب اللي هي المهارة الأولى لو ما كانش متقن جدا وقادر يستخدم الماكينة يمشي على الخطوط المستقيمة يبقى كده أنا محتاجة أن أنا إيه أدربه تاني عمليا بحيث أنه هو يقدر يمشي على الخطوط المستقيمة أما حاجة طبعا برضو في التدريب لازم يكون فيه في التوافق العضلي البصري والحسي يعني يبقى عنده كل التوافق بتاعه البصري والحسي كل أعضاءه الحسية مت أمامه على الماكينة يعني يكون إيه مقرسة كلها أو من ديها أوامر إن هي تبقى إيه على إن هو هيعمل العملية دي أو المهارة دي لازم يكون مركز التركيز بتاعه يبقى عالي جدا عشان يقدر يوصل إيه للمهارة اللي هو عايزة مع حركة ضبط وسحب الأجزاء الميكانيكية الإحساس والتحكم في اتجاه تغذية الماكينة بعد كده هنبدأ نعمل تغذية للماكينة ونلضم الماكينة بالخط ونخليه يمشي برضو على بدل ما بيمشي على الورق لأ هنديله حتة قماش مربع هيعمل نفس اللي عمله على الورق هيعمله على القماشة بعد ما لضمنا الماكينة في الحالة دي هنشوف بقى هالة العامل أو المتدرب فهم المهارة توصل للمهارة إنه هو إزاي يعمل خطوط مستقيمة ما تكونش متعوجة أثناء الحياكة يبقى كده هو وصل للمهارة إيه اللي المطلوبة منه وبعد كده أقدر أدخله في المرحلة الرابعة اللي هي تدريبات السرعة والتوافق يعني إزاي يبقى سرعته مناسبة لسرعة الماكينة الهدف من التدريب إكساب المتدرب المهارات الأساسية للسرعة والتوافق البصر والحركة للعين واليد والقدم والساق والثقة في العمل على الماكينة يعني دلوقتي لما رجعي أشتغل على الماكينة كل اللي هي الحواس بتاعتي مشغالة معايا في وقت واحد يعني دلوقتي بدوس على الدواسة برجل يعني شو بشغل الماكينة وبحط القماش وببقى إيه إيه دي شغالة مع الماكينة بتحرك القماش يعني كل الحواس بتاعتي عيني على الماكينة وهي بتخيل كل الحواس بتاعتي بتشتغل في وقت واحد فلازم عندي فيه إيه فيه توافق بين الحواس وبعضها وكمان ان انا ازاي ازبط سرعتي مع سرعة الماكينة بحيث ان الماكينة تبقى سرعتي انا مناسبة لسرعة الماكينة وازاي اصرع ايدي عشان الماكينة بتبقى سريعة فازاي اصرع ايدي واقدر بعد كده اعمل منتج كامل بدون اي مشاكل الملحرة الخامسة تدريب عملية بسيطة الهدف من التدريب اجساب المتدرب مهارات تكرار حركات المنوع يعني ازاي اعمل نفس حركات الحياكة ورا بعد بالتدريب ويودي اتقان اثناء العملية تنفيذ العملية المرحلة السادسة بقى تمرينات مصممة لإجساب المتدرب مهارات عملية انتجة يعني انا انا اجدله مثلا تمرين صغير كده يخلصوا لحيث ان انا اشوف المهارة بتاعته هل قدر يوصل للمهارة بتاعت التدريب ولا لا المرحلة السابعة تدريب على العمليات الانتجية يعني مثلا ممكن اخليه يعمل ايه جيبة صغيرة يعمل اميس بانطلون يعني حاجات كده تكون صغيرة اشوف فيها هل هو فهم التدريب العينات اللي هو بيعملها دي هل فهم التدريب هل فعلا طلع يعرف يشتعل على الماكنة كويس عمل الكتعة بتاعته صح ولا عملها فيها بعض الاخطاء وممكن نعالجها ولا هو معرفش يعمل حاجة خالص متابعة عمال التدريب داخل خطوط الانتج ازاي اتابع عمال التدريب داخل خطوط الانتج بعد ما انا خلصت التدريب لازم اعمل متابعة للعمال دول اه يا بقى المتابعة دي بتتم ازاي يتم متابعة العمالة المستجدان انا بتابع الجداد مش هتابع القدام لان الجداد دولت هم اللي اخدوا التدريب وهم كانوا جايين مش عارفين يشتغلوا اصلا فأنا لازم أتباحهم بعد ما يخلصوا التدريب هل استفادوا من التدريب ولا في حصل في مشاكل أو أنهما في حاجات وقعت منهم مش قادرين يفهموها يبقى يتم متابعة العمالة المستجد داخل الخطوط بعد فترة متابعة من قسم التدريب ويتم عمل تقرير يومي عن إنتاج العمال على النموذج الموضع ولذلك تحديد إنتاج وكفاة العامل المستجد يعني أنا العامل ده مش هسيبه كده هيجي اللي هو دربه هيتابعه ويه اللي هو المشرف الفني بتاعه هيتابعه وهيشوف هل هو نسبة إنتاجه قد إيه شغله كويس فيه مشاكل أثناء حصلت هل فيه بعض المهارات وقعت منه هل هو نسي حاجة مستوعبهاش ولازم أكتب تقرير بكتب تقرير يومي على إيه على اللي هو المستجد اللي هو إيه اللي تدرب دوت بحيث إن أنا إيه أعرف هل هو هيستمر في العمل ولا هيحتاج إن أنا أديره تدريب تاني لأن إحنا عندنا طبعا زي ما إحنا عارفين إحنا عندنا فروق فردية فالفروق الفردية دي فيه ناس بتستوعب 100% فيه ناس بتستوعب 85% فيه ناس بتستعبها 50% ل65% فال50% ل65% ممكن أعملهم عادة تدريب مرة أخرى بعد الانتهاء من فترة التدريب يدم إدخال العمال الجدد إلى المواضع التي تم التدريب عليه متابعتهم بالمصنع من إنتاج وجودة الإنتاج يعني أنا بعد ما بخلص خلصت معهم التدريب أهم ببدأ أوزعهم على الأماكن اللي هما يشتغلوا فيها فبالتالي إن أنا ما باجي أجيب عامل جديد بقعده جنب عامل قديم بحيث إنه هو إيه هيشوف العامل بيشتغل إزاي هيبقى متابع ليه يعني هيشتغل معاه هيساعده هينفذ هيبقى فيه حد معاه بيساعده وفي نفس الوقت هتابع إنتاجه يعني هل الإنتاج بتاعه ده جودة الإنتاج بتاعته طلعت إزاي رفع كفاءة العمال الجدد وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتسجيل إنتاجهم بكل ساعة يعني أنا بعمل إيه لازم أعمل عملية تشجيع للعمال الجدد دولت إن أنا شجحهم مش أقوله لأ ده أنت عملت غلط لأ هقوله لأ أنت ممكن إيه طب المرة جاي أعمل أحسن من كده مش إن أنا أقوله لأ ده أنت غلط أنت مش هتاخدت التدريب إزاي تطلع ده غلط لأ لازم أعمل عمالية تشجيع وأقوله إيه أوه أنت عم برافو عن أنت وصلت المرحلة دي مس إيه أنت ممكن تجيب أحسن من كده فبعمل عمالية إيه تشجيع ليه وبعدين بتابع إيه إنتاجهم كل ساعة يعني هل كل ساعة طلع إيه المفروض مثلا أنا هطلع كل ساعة مثلا أثناء بانطلونين هو طلع كم طلع بانطلون واحد هل الساعة دي ما كفتش إن هو يخلص البانطلون قاعد فيها ساعة ونص أو ساعتين فبكتب تقرير على كده تقييم النشاط التدريبي إزاي بقى أعمل تقييم للنشاط التدريبي كل ده بيحصل داخل المصنع يعني إحنا ده نموذج اللي إحنا بناخده بيحصل داخل المصنع تقييم النشاط التدريبي مراحل عملية تقييم النشاط التدريبي يعني أنا بعمل في مراحل بيتم فيها عملية تقييم النشاط التدريبي المرحلة الأولى التقييم عند إعداد الخطة التدريبية يعني أول حاجة بعمل تقييم للخطة التدريبية الخطة التدريبية اللي أنا عملتها لازم أعملها عملية إيه تقييم المرحلة الثانية التقييم أثناء التنفيذ للخطة التدريبية يعني الأول حاجة لما بيجي أعمل عداد للخطة بعملها تقييم تاني حاجة التقييم أثناء تنفيذ الخطة يعني أثناء تنفيذ الخطة بعمل تقييم للتدريب المرحلة التقييم بعد تنفيذ الخطة يعني بعد ما نفست الخطة التدريبية دي ايه هو تقييمي لها كده احنا خلصنا ايه الخطة التدريبية نيجي بقى نشوف الأجور في داخل المصنع بتتحسب ازاي هو طبعا السؤال بيقول ايه عرف الأجور وما هي الخطوط الرئيسية لسياسة تخطيط الأجور يعني أنا عندي تعريف للأجور وعندي الخطوط الرئيسية لسياسة تخطيط الأجور يعني الأجور دي بتمشي ازاي داخل المصنع أول حاجة هنعرف الأجور الأجور اللي هو الأجر اللي بياخده العامل أو الموظف على العمل اللي بيقديه داخل المؤسسة أو المنظمة أو المصنع يبقى هو مقابل عمل مبزور وفق ما ينص عليه العقد المبرم يعني فيه عقد العامل بيمدي عليه أو الموظف بيمدي عليه إنه هو هياخد مبلغ كل شهر نظير العمل بتاعه بين العامل وصاحب العمل والشخص الذي يكون بالعمل يدعى أجير يعني الشخص اللي هو بياخد الأجر اللي هو العامل اسمه أجير والشخص اللي هو صاحب العمل اللي هو يدعى مشغلا يعني فيه واحد بيشغل وفيه واحد أجير عنده الخطوط الرئيسية بقى إيه هي بقى الخطوط الرئيسية؟ أول حاجة ضمان تحقيق العدالة في توزيع الأجر يبقى أول حاجة إيه؟ العدالة في توزيع الأجر يعني أنا بحسب العمل بتاعي حسب إيه؟ ممكن حسب الدرجة حسب الأقدمية حسب لو أنا حسبه بالساعة حسبه باليوم حسبه بالشهر لازم يكون فيه عدالة في الأجور الاحتفاظ بالتوازن الواجب بين الأجر والأجور وبين الانتاج يعني ما يبقاش العامل بيطلع انتاج كتير والأجر بتاعه قليل والعكس ما يبقاش العامل بيطلع انتاج قليل والأجر بتاعه كبير لازم الأجر يبقى إيه مناسب مع الانتاج؟ الربط بين مستويات الأجور وبين مستويات الكفاءة الانتاجية يعني لازم أعمل ربط بين مستويات الأجور والكفاءة الانتاجية ما يبقاش عندي حاجة أعلى من حاجة على زي ما يخصرش المؤسسة ولا المصنع الاحتفاظ بالتوازن المستمر بين الأجور النقدية والأسعار يعني لازم يكون عندي إيه؟ انسعر المنتج عندي اللي أنا أحطه يبقى فيه توازن بين سعر المنتج وبين الأجور النقدية يعني بين سعر المنتج وبين الأجور النقدية ما لاقيش إن أنا إيه؟ لأنا كسبته بدفع أجور يبقى أنا كده المؤسسة ما كسبتش حاجة المصنع ما كسبش حاجة لازم يكون فيه نسبة ربح للمؤسسة ملاحظة ترك الفارق ملموس بين العمال غير الفنين والعمال المهرة يعني أنا دلوقتي عندي عمال مهرة لازم أميزهم لكن فيه عامل فني لسه مستجد مش هساوي ده مع ده وفائك المهرة كحافز للعامل لاتجاه للتدريب ورفع مستوية ومهارتهم يعني أنا دلوقتي ما أعمل تدريب عشان أرفع مستوى لإيه؟ العامل فأنا دلوقتي عندي عامل مهر فالعمل مهر ده لازم أعمله حوافز وعمله تشجيع والعمل اللي هو لسه الفني اللي هو لسه بيتدرب وليسه موصلش للمهارة الجيدة ما سواهوش بالإيه؟ بالعامل المهر نظم دفع الأجور بقى بقى أنا بحط نظم لدفع الأجور إيه هي النظم دي؟ طبعا السؤال بيقولك كارن باينة نظم دفع الأجور مع توضيح المزايا والعروب لكل نظام يبقى أنا عندي نظم فيه نظام لكل للأجور دي وفيه عندي لكل نظام منهم مزايا وعيوب تعالوا نشوفهم مع بعض كده أول حاجة الأجر الزمني يعني إيه الأجر الزمني؟ على أساس وحدات من الزمن كالساعة أو اليوم أو الشهر يقضيها العامل في عمل يعني فيه عامل بيبقى بيشتغل بالساعة فيه عامل بيشتغل باليوم فيه عامل بيشتغل بالشهر فيه لكل عامل من دولت بيتحاسب حسب إيه؟ يبقى حسب نظام العمل يعني حسب إيه نظام إيه العمل يعني أنا مثلا باتفق مع نظام عمل إن أنا بحسب بالإيه بالساعة فيه نظام عملي بحسب بالإيه باليوم فيه بحسب بالشهر يبقى ده حسب إيه؟ حسب إيه العامل في عمله مميزات النظام ده إيه بقى؟ ضمان دخل معين للعامل فيوفر الاستقرار النفسي للعامل يبقى ضمان دخل معين للعامل فيوفر إيه؟ الاستقرار النفسي للعامل تاني حاجة صلاحية النظام بالنسبة للعامل في حالة أداء مجموعة متفاوتة من الأعمال إيه؟ النمطية صلاحية النظام بالنسبة للعامل في حالة أداء مجموعة متفاوتة من الأعمال النمطية عيوبه بقى؟ ايه هي عيوبه؟ أول حاجة هبوط مستوى الأداء نظرا لعدم التمييز بين العامل المميز والعامل العادي يبقى هبوط مستوى الأداء نظرا لعدم التمييز بين العامل المميز والعامل العادي أنا كده بحاسب العامل باليوم أو بالشهر أو بالساعة فكده العمال كلها عندي تساوت ما بقاش فيه تميز بين العامل المهر والعامل العادي هبوط توفر الحافز لمضاعفة الانتاج علاوة على إحباط العامل الممتاز يبقى أنا عندي هنا فيه بيحصل هبوط لأن ما فيش حافز والانتاج عندي إيه مش بيطلع مظبوط بس يعني عندي هنا العامل المتميز الممتاز بيحصل له إحباط لأنه هو لقى نفسه بتساوى مع العامل إيه الضعيف تاني حاجة بقى الأجر حسب الانتاج الأجر حسب الانتاج يعني إيه الأجر حسب الانتاج يعني أنا بحسب العامل على حسب انتاجه هو الأساس في نظام ارتباط الأجر ارتباطاً وصيقاً بمعدل انتاج العامل أو بمتوسط انتاج مجموعة من العمال يعني أنا دلوقتي الأساس في نظمه ارتباط الأجر ارتباطاً وصيقاً بمعدل انتاج يعني إيه؟ يعني دلوقتي بقول أن أنا في اليوم هنتج مثلاً 6000 قطع فال6000 قطع دي أنا هوزحهم على عدد الماكينات اللي عندي فتقريباً من كل مكان هتطلع لي 60 قطع في اليوم يبقى أنا كده هحسب العامل أنه هو طلع 60 قطع طب افرد العامل ده الماكينة منه وما طلعتش ال60 يبقى أنا هقلل الأجر بتاعه فبالتالي إنه هو هكده أجره هيقل أجر العامل هيقل يبقى أنا بحسبه كده بالإيه؟ بالإنتج تدور فكرته حول مكافئة العمال العمال المجد إذا ما حقق معدلاً محدداً أو فوق عنه يعني دلوقتي العامل الناهر بيتفوق في الموضوع ده وبياخد حقه لأنه هو ممكن يخلص لي ما يخلص ليش 60 يخلص لي 70 يخلص لي 100 فبالتالي هو بيتفوق عن العامل الضعيف فبالتالي هو بيطلع لي إيه؟ بيطلع لي إنتاج أعلى فكده بيتميز عن زميله يستخدم هذا النظام في حالة الصناعات التي يسهل فيها كياس كمية إنتاج العمال مع مجموعة من العمالة بدقة يعني أنا عندي هنا النظام ده في حالة الصناعات التي يسهل فيها القياس كمية إنتاجها العامل أو مجموعة من العمال بدقة يبقى أنا في دقة في العمل في دقة إيه؟ في العمل بقدر قيس كمية الإنتاج يعني في حاجة بقسها عشان أقدر أدي عليها إيه؟ أجور هذا النظام أفضل طريقة لزيادة الإنتاج ويساعدهم على التنبؤ بأحدث وقائع المستقبل يعني أنا دلوقتي هو بالنسبة له كده أنا زودت الإنتاج بتاعي وكمان شفت إيه؟ بقى عندي تنبؤ للمستقبل إيه اللي هيحصل فيه في المستقبل ويحدد معدل الأجر بقسمة الأجر الزمني للوظيفة على العدد النمطي الأدنى للوحدات وتوقع من العامل إنتاج كمية في إيه؟ إنتاجها في اليوم يعني هو كده بيحدد إيه؟ معدل الأجر معدل الأجر إزاي بقى؟ بيقسم الأجر الزمني للوظيفة على العدد النمطي الأدنى للوحدات يعني أنا عندي كم وحدة تطلع في اليوم فبحث بالأجر اللي أنا حطيته ماشي للوحدات ويتوقع ايه من العمل انتجها في ايه اليوم يعني العمل هينتجها في اليوم قد ايه مزايا بقى الايه مزايا النوع ده ايه ايه يا مزايا اول حاجة عدالة الطريقة واتقنها في المبدأ مع الكفاءة الانتاجية عدالة الطريقة واتقنها في المبدأ مع الكفاءة الانتاجية يبقى انا كده عملت ايه عملت عدالة بين الكفاءة وبين الانتاج يعني العامل المتميز اخد حقه والعامل الضعيف اخد حقه والعامل المتوسط اخد حقه وانا حققت الانتاج اللي انا ايه اللي انا عايزه فيه اليوم سهولة حساب الاجر انا كده بقيت الاجر بتاعي حسابته صح يعني ما بقاش عندي مشاكل في حساب ايه الاجور استعادة صاحب العمل من كمية الانتاج الزائد مما يقلل للتكلفة يعني دلوقتي لو انا طلع لانتاج زائد في اليوم كده انا قللت التكلفة بتاعت اليوم تاني يعني هتلاقي فيما كان بتشتغل بتطلع لانتاج اسرع وفيما كان بتطلع لانتاج متوسط فيما كان بتطلع لانتاج ضعيف فانا كده كل ده عمل تعادل مع بعضي في الانتاج جودة السلعة ذات اهمية خاصة يعني انا دلوقتي حققت اهم حاجة الجودة اللي انا عايزها في المنتج حققت ايه الجودة اللي انا عايزها في المنتج وجود الاشراف السليم ومعرفة الكمية الواجب انتاجها في اليوم هنا انا عندي فيه اشراف يومي على العمال وعلى المنتجات ومعرفة الكمية الواجب ايه انتاجها في اليوم عيوب بقى ايه هي عيوب واحد سوق صحة العاملين والارهاقة اللي يصيب العامل طبعا العامل عشان بياخد اجره بالقطعة واجره على الكمية اللي بيطلحها فطبعا ده بيخليه ايه يشتغل فترة طويلة ويضغط على اعصابه ويحاول يسرع مي ايده عشان يطلع الكمية المطلوبة منه في اليوم فبدا بيأثر على ايه على صحة العامل صعوبة استخدام هذا النظام الناجح اذا كانت العملية متعلقة ببعدها البعض يعني دلوقتي لو انا المنتج اللي بطلعه مرتبط بيه ان هو مجموعة مع بعض بتسلم ده بيخلص جزء والبعدين اللي بعديه سلم والبعدينه سلم وبعدينه سلم لغاية ما يوصل للمنتج النهائي فده بيعمل ايه تعطيل لبعض الناس يعني واحد هيخلص جزء بسرعة والتاني بيخلص جزء ببط هلاقي بعض الماكينات وقفت لان المنتج ما وصلش لغاية النهائي ان هو يخلص لو فيه تناوب بين العمليات وبعضها قصرت الاعمال الكتابية نظرا لتغيير مستويات الاجور يعني دلوقتي الاجور عندي مستبتة فبيبقى فيه كشف كل يوم بعمله فالكشف بتاع النهاردة غير الكشف بتاع بكرة غير الكشف بتاع بعضه فبقيت الاجور ايه هنا متغيرة يعني الاجور مش سبتة فبقى فيه ايه فيه ارهاق على اللي بيكتب ايه الاجور واللي بيقبط نجي بقى نتكلم عن الاجر التشجيعي يعني ايه الاجر التشجيعي احنا قلنا ان فيه عامل ماهر بيحتاج ان انا عمله ايه ان انا عمله حافز فلازم يبقى فيه اجر تشجيعي للموظف او العامل اللي هو الفوق الممتاز الغرض منه زيادة الانتاج على اساس اغراء العامل بالحصول على مزيد من المال مقابل انتاج ومجهود اكتر يعني انا بعمل ايه عايز ازود في الانتاج فبديله اجر تشجيعي عشان اخليه زود في الانتاج والمقابل ده يعمل لي ايه يديني مجهود اعلى يعني انا بديله حافظ عشان يديني مجهود اعلى عشان ازود ايه في الانتاج بتاعي يبقى حاجة مقابل حاجة وطرى الادارة هذه السياسة علاجة للاشراف الغير فعال او صعوبة العمل او عدم انتظام سيرو او انخفاض الروح المعنوية او هبوط مستوى الانتاجية بدرجة لا ترضى عنها يعني انا دلوقتي ايه ممكن موضوع ده ايه اما يزود في الانتاج ايه اما يقلل في الانتاج وطبعا بيبقى في انخفاض في الروح المعنوية اقولك انت بتشجع واحد وانا ما بتشجعش ويبقى انا ايه مش هشتغل كويس زي ما هو بيشتغل هو بياخد مكافأة انا ما اخدتش مكافأة فدي بتعمل ايه ايه بتعمل حزازية في اثناء العمل وبتبدي بتأثر على ايه على الانتاجية مثال الاجر في مصانع التريكو والملابس يعني في مصانع التريكو والملابس الاجر بتحسب ازاي بالنسبة للتريكو طبعا احنا عندنا التريكو ما كان التريكو بيدخل في خيوط والخيط دوت بيبدأ يعمل لي ايه بيعمل قماش او بيعمل اللي هو البولوفرات قماش التريكو الاجر بحساب عدد السطور يعني انا بحسب عدد السطور المنتجة يوميا عن طريق عدد الماكينة او بالمتر يبقى انا بحسب اما احسبها بالمتر العامل طلع لي قد ايه بالمتر او بحسبها بعد ايه بالسطور انا هعملت كم سطر النهاردة بالنسبة للملابس جاهزة بقى بيتحسب عن طريق الكطعة اي عدد المنتج في اليوم او الطريحة اي انتاج محدودة يعني انا الطريحة بتاعتي هتطلع النهاردة كام او المنتج بتاعها هتطلع كام منتج ايه النهاردة وتحديد اجر الاجر لها بالاضافة الى النظم المتبع للاجر بالساعة او بالمدة او بالشهر مع الاخذ بنظم المكافئات السابقة اجور ايه تشجعية يبقى انا بعمل هنا اجور ايه تشجعية تمام اهمية التحفيز بقى ليه انا بعمل التحفيز ده ليه بعمل انا التحفيز ده ليش باع دوافع ليش باع ايه دوافع الانسان المادية والنفسية والزهنية يبقى انا عشان اشبع ايه الدوافع النفسية والزهنية والاجتماعية وهي ضرورية لتحقيق اهداف المنظمة يبقى انا هنا بعمل الحافز عشان اعمل اجباع لدوافع الانسان المادية والنفسية والزهنية والاجتماعية وطبعا ضرورية لتحقيق اهداف المنظمة يعني انا ما بدي الحافز للعامل العامل عندي ده بيعمل ايه بيبقى كده انا حسيت اشبعت له احتياجاته احتياجاته النفسية احتياجاته الاجتماعية عشان زودت له مرتبه فبالتالي انه هو يقولك ايه خلاص مدام انا بشتغل وباخد حقي هدي اكتر هزود اكتر في الانتاج اهداف الحوافز تشجيع المنافسة بين العاملين تشجيع المنافسة بين العاملين ماشي تميز الافراد زوق الاداء المميز تميز الافراد زوق الاداء المميز حفز زيو الاداء المتوسط على التقدر يعني ده الوقت ي عندي ناس الاداء بتاعهم ضعيف الاداء بتاعهم ايه ضعيف طيب انا لما ديهم حافز مش كده انا كده هزود هزود عندهم الدافع ان هما يشتغلوا حتى لو انا خليت الحافز بتاعه مش نفس الحافز الماهر بس قدتهم حافز بحيث ان هو يقدر يحس ان هو المؤسسة المهتمية بيه المصنع مهتم بيه عايز يزود دخله بحيث ان هو يشجعه ان يدي انتاج اعلى يدي انتاج اعلى ابراز هوية المنظمة في الاداء في الاداء المتميز ابراز هوية المنظمة في الاداء المتميز يعني ايه يعني انا دلوقتي كل ما بعمل بعمل الحافز ده بخلي الاداء لدى العمال متميز بخلي الاداء لدى العمال ايه متميز استمرار التميز في الاداء وتطوير الاداء المستقبلي يعني انا دلوقتي كل المبلاء اللي العمال عندي استفادوا من العمل واستفادوا من الخبرة واستفادوا وبقى عندهم خبرة وطبعاً بقى عندي عمال مهرة وعندي التدريب اللي بقى عمله على طول فبقى عندي هنا إيه أداء مستمر أداء مستمر فعال بيتحسن بيديني أفضل بيديني إنتاجية أفضل بيزود لي في الإنتاج فده أنا بقدر أحط أحط إيه أحط عندي الخطة المستقبلية للمصنع بتاعي هيمشي زي بعد كده شروط نجاح نظام الحوافز طب الحوافز دي عشان تنجح لازم يكون ليها إيه يكون ليها شروط طب إيه هي شروطها إيه شروط نجاح إيه نظام الحوافز ده أول حي اتفاق أهداف العمل وأهداف الأفراد اتفاق أهداف العمل وأهداف الأفراد يعني لازم يكون فيه اتفاق بين العمل وبين الاهداف تاني حاجة توافق الوظيفة مع ميول الفرد وقدراته توافق الوظيفة مع ميول الفرد وقدراته يعني لازم تكون الوظيفة دي ملأمة لقدرات الفرد ماينفعش ان انا ادي للفرد وظيفة تكون غير مناسبة لقدراته يعني ماينفعش انا اجيب عامل ضعيف وقوله انت هتشيل هتجر عربيات وهتشيل سندي وهترفع على الحامل طبعا ده استحالة هتكون قدراته كده ماينفعش اجيب عامل ما بيعرفش يشتغل على المكنة خالص وقوله لا ده انت لازم تطلعلي منتج النهاردة كل يوم تطلعلي ايه 20 فستين طب ازاي هو ما بيعرفش يشتغل على المكنة ازاي اخلي عامل يشتغل على المقص دار اللي هو المقص القص القماش وهو ما بيعرفش يشتغل عليه وممكن يعمل الاصابات ليه فلازم اعرف ايه كدرات الفرد ايه هي ميورو هو جاي عشان يشتغل في ايه لازم اكون عارف ده قبل ما اشغل ايه الفرد في المكان اللي انا محد دهول الجامع بين الجانبين المادي والمعنوي لازم يبقى عندي جانبين دور مهمين جدا جانب المادي وجانب المعنوي ليه لان العامل عندي لو جانب المعنوي عندي يعني انا ما فيش تشجيع مش هيديني انتاج والجانب المادي لو مرتبه ما بيكفهوش مش هيديني انتاج فبالتالي اننا لازم اكون عامل ايه بقى ايه توازن بين الجانب المادي والجانب المعنوي تناسب الحافظ مع الجهد المطلوب يعني انا دلوقتي الحافظ اللي هدهوله ولا يكون اعلى من المطلوب من العامل ولا يكون اقل من المطلوب من ايه لازم يكون فيه تناسب بين ايه بين الاتنين مراعاة عناصر التكاليف يعني أنا دلوقتي التكاليف اللي بكلفها للمصنع سواء مرتبات حوافز نقل تسويق بيع كل ده فيه عندي موظفين تانين زي اللي هو العمالة الغير مباشرة والعمالة المباشرة العمالة المباشرة اللي هي العمال اللي داخل المصنع العمالة الغير مباشرة اللي هم العمال الموظفين اللي هم بيعمل الأجور بيعمل التسويق بيوزع المنتجات دي العمالة الغير مباشرة واللي هي ما بتبقى الزهرة عندي فما ينفعش ان انا عامل ايه لازم اراعي التكاليف بتاعت المصنع وده يتنسب مع سعر ايه سعر المنتج اللي هبيعه ارتباط حافز ارتباط الحافز بالسلوك المطلوب وفورية تطبيقه يعني دلوقتي انا مطلوب العامل ده المفروض ان هو بيشتغل عندي في المؤسسة ايه هو المطلوب منه ان هو يقعد ويشتغل تمام وسلوكه يعني بيجي في الموعيد بيلتزم بموعيد العمل بيلتزم بساعات الراحة هل هو بيقعد على العمل او على المكينة فترة العمل ولا كل شوية يقوم ده سلوكه بتعمل ازاي مع رؤسائه بتعمل ازاي مع زميله ده المطلوب منه فانا لازم اكون الحافز ده مرتبط بايه بالسلوك المطلوب وفورية ايه تطبيقه عدالة الحافز وشعور العاملين بذلك لازم يكون الحافز او عدالة الحافز لازم يكون هنا عندي الحافز وشعور العاملين بذلك يعني ايه العامل يحس يحس بعدالة الحافز بتاع وضوح نظام الحوافز واساسها وشروط الحصول عليها اشراك الافراد في وضع خطة الحوافز توجيه الحوافز للأداء الجيدة وتنمية السلوك المرغوب لازم يكون عندي توجيه الحوافز للأداء الجيد وتنمية السلوك المرغوب فيه يعني ما يكونش الحافز ده وهو سلوكه سيء يعني ما يفعش يكون العامل سلوكه سيء وهنا وحافز هديله حافز وهو مش ملتزم هو بيغيب كتير مش ملتزم بالموعيد بيقوم كتير من على المكان ما بيدينيش الانتاج اللي أنا طلباه يبقى لازم إيه أكون مدية الحافز على سلوك العامل يعني ما سويش العامل الملتزم مع العامل غير إيه ملتزم تجديد فعالية الحوافز بإعلانها وتأكيد أهدافها وشرح أساسها يعني أنا دروقتي بعمل الحافز ده بعمل زي ليحة بقول أنا هدي الحافز ده عن إيه بالشروط دي إيه اللي هيخلي بالشروط دي مش هياخد الحافز ده تناسق الحوافز والتغلب على تناقض أجزاءها الحافز المادي والاجتماعي مثلا والجودة والكم يبقى أنا هنا لما أجي أدي حافز لما أجي أدي حافز للعامل لازم يكون إيه إن أنا العامل ده الحافز ده تغلب على إيه على تناقض أجزاء أجزاءها أجزاء الحافز المادي والاجتماعي والجودة والكم ده مهم جدا ان انا كل الحافز ده يديني بدي كل ده يديني كل ده عشان ايه عشان ازود الانتاج توفير القدوة الحسنة للافروق في الاداء والعلاقات لازم يكون عندي فيه قدوة حسنة داخل المصنع او للعامل ده ان العامل ده يقولك انا عايزة بقى كويس زي فلان انا هعمل انتاج كويس عشان اخد حافز زي زميلي ده فلازم يكون فيه ايه قدوة حسنة داخل المؤسسة التعرف على رد فعل الافراد واستطلاع رأهم واتجاه الحافز لازم يكون ايه ان انا بعمل استطلاع رأي ايه رأيكم في الحافز دي هل هي قليلة هل هي كتير هل انا احنا ما ديناش حق العامل ده لازم اكون ايه اكون عامل ايه استطلاع رأي عشان لما اجي ادي منتج ما ادي فلوس ابقى حاسس ان ان فلوس دي بديها فعلا للشخص المناسب تمام اعتبار الحوافز جزءا من ادارة الموارد البشرية انا عندي الموارد البشرية اللي هي العمال اللي شغالة داخل المؤسسة العمال اللي شغالة داخل ايه داخل المؤسسة لو انا العمال دولت اللي هي الموارد البشرية بتاعتي انا من غيرهم ما اقدرش اطلع منتج فلازم اعمل ايه اعمل تراضي اعمل تراضي للناس اللي شغالة معي ويجب ان يتناقص تناسك مع باقية الاجزاء يعني الحافز ده لازم يكون مناسب مع المرتب مع باقي الاجزاء اللي انا ايه بديها للعامل تقويم نظام الحوافز وتطوير تقويم نظام الحوافز وتطوير لازم ايه الحوافز دي ان انا بعمل لها ايه تقويم وبعمل لها تطوير كل ما ايه ما العامل بيزود مهارته او كل ما بزود في الانتاج انا بيزيد عندي ايه الارباح فبقدر أدي للعامل إيه أرباح عليه هناخد سؤال كده من الأسئلة اللي هي بتاعتنا نراجع بيها على الجزء اللي احنا أخدناه قبل كده الدور التنفيذي ويطلق عليه دور إيه ويشمل إيه وإيه وإيه دعنا نشوفها مع بعض الدور التنفيذي يطلق عليه الدور التقليدي ويشمل التخطيط اللي هو الاستكتاب والتسكين التدريب والتنمية التعويضات اللي هي الرواتب والمزايا تاني حاجة بنقول الأفراد هم استثمار طبعا إحنا زي ما قلنا إن الأفراد أو الموارد البشرية هم أساس المؤسسة إذا أحسن إيه نقط ونقط ويمكن أن يحقق مكاسب نقط الأجل المنظم في شكل هنيجي نشوفها مع بعض الأفراد هم استثمار إذا أحسن إدارتهم يعني إذا أحسنت إدارتهم وعملت له تنمية يمكن أن يحقق مكاسب طويلة للأجر المنظم في شكل زيادة الإنتاج كده إحنا خلصنا الباب الأول وإن شاء الله في الحلقة الجاية هندخل في الباب الثاني إحنا قدينا بعض أسئلة في الباب الأول أتمنى أنتم تكونوا توفقتوا وفهمتوا اللي إحنا شرحناه ولو في أي أسئلة إحنا معاكم على القناة وعلى الجروب أنا منتظر أسئلتكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله وإذن الله نوراكم على خير للحلقة القادمة شكرا شكرا